السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خباتي الكريمات مرحبا بكم في قناة متبخدار اليوم سنحضر معكم تحلية اكثر من رائعة سهلة جدا في التحضير لا تخطيك في رمضان بدون بيض بدون جلاسين بدون كريمة وبدون كسرد نتمنى فعلا انكم تجربوها اقتصادية في نفس الوقت تجيب كيمية كبيرة الى عجبتكم الوصفة لا تنسوش انكم تابنوا فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كذلك لا تنسوش انكم دعموني بلايك اتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم فانخليكم مع المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة فعلى بركتي لا بالنسبة المكونات اول حاجة غدي نحتاج نسطر ديال الحليب بالنسبة الفريز ديرو الكيمياء اللي بغيتو وغدي ندير جوج مع عرق ديال السكر سانيده اللي بغى يصغن على السكر سانيده يصغن عليه حيث التوت راح حلو صفي هنا غدي نبدأ نحيد وغادي نخلطهم مع الحليب كما قلت لكم ممكن انا كوم بديرو الكيمياء اللي بغيتو انا هنا قريبا درت واحد المائتين وخمسين جران او واحد ربع كيلو انتوما ما كانش كتوفر عندكم بكيمياء كبيرة ديرو فقط واحد الخمسة ولستة ديالي حبت يعني كلما قوتي والفريز كلما كتضاعف الحاجم ديالو او كتضاعف الكيمياء ديالو وغادي نطحنوه مزيان مع الحليب كي ما لحتيوا معايا غادي نجيب واحد الكاسر هنا واحد صفايا غادي نصفي ذاك العاصر مزيان باش هكذاك الزريعة اللي كيتلقنا التوت تستم زيان باش هكذا تحلية ما يجيناش فيها اه يعني باش يجي الملمس دياله ارطب حاولوا انكم جيبوا هات الصفايا هذي تكون رقيقة ما كدوش نهائيا اه الحاجة اللي كتكون اه غليضة واحد شوية صافي هنا كنحاول انني نصفيهم زيان وانا هنا اي بما انا عندي صفايا صغيرة فكنحاول انني نخلط باش هكذا قد غييها بطلي كي ما كتلاحظوا ذاك الزريع الرقيقة اللي كتستنى من الفريز سافي غادي نسيبها وغادي نكملوا طريقة ديال التحضير هنا غادي نجيب ميزينة غادي ندرجوج مع القكبارين ديال الميزينة غادي نخلط مزيان وغادي نزيد واحد فلوم بناكات الفريز اللي ما كانش عندوه ممكن انه يستغنى عليه ويكتفيه فقط بالناشا او ميزينة صافي كان نخلط المكونات مزيان وكان نردون فوق نار هادئة تكي بداي عقد لي الخالط وبطبع الحال مع تحريك المستمر باش هكامل استقلكمش في القاعر ديال التنجرة او ديال الكسرونة وما تخليوهش عاودي عقد كسر من القياس صافي هنا غادي نجيب الكووس اللي عندي وغادي نوضع فيهم التحلية كما لاحتيو معايا كيفاش كي يكون القاوام دياله غير كتبداو تحسو بالخالط كي بداي عقد صافيك تحيدوه من فوق البوطن بالنسبة الكيميه اللي عندي فانا خرجت لي تقريبا واحد الستاء ديال الكيسان سوف نجيوها تبرد انا هنا سوف نجيوها تبرد فقط واحد ثلاثين دقيقة انتوما كل ما خليشوها تبرد كتر كل ما كيكون افضل وهنا ايام بعد ما خليت التحلية ديالي بردت تقريبا واحد ثلاثين دقيقة او نصتاعة هنا يجبت واحد الحبات ديال اوريو وزينت بهم من الفوق وكيبقى اختياري ممكن انكم تستغنوا عليه يعني ممكن انكم تزينوا باي حاجة كنت كتوفر عندكم صافيه هنا كيما كتلاحظوا معايا كيفاش كتجي شكل نهائي ديال التحلية ديالنا كتجي اكتر من رائعة بنينة وفي نفس الوقت معلكة نتمنى فعلا انكم تجربوها باش تعرفوني عليش كنهضر و الماداق ديال الفريز اكيد ما كانش اللي ما كيعجبوش كيجي اكتر من رائع نتمنى تجربو الوصفاتنا الاعجاب ديالكم الى عجبتكم ما تنسوش اناكم تابونو فلاشين باش تسلب جديد الوصفات كدليك ما تنسوش اناكم دعموني بلايك ديالكم و تبرتاجوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ديالكم نهاية الوصفات دمتم في رعاية اليه و حفظه و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته